وضع حلقتنا النهاردة عن الحسد يا ترى هو ايه الحسد؟ الحسد ان حد يتمنى زوال النعمة اللي عندك او يستكترها عليك يبص على الحاجة بطاقة سلبية وتطلع منه شرارة يخسسك انه انت ليه عندك دي انت ليه عندك دي وانا لا الفكرة في انه لما حد يحس ان الحاجة كتيرة عليك ويستكتر نعمة ربنا عليك برغم ان عندك حاجات تانية طبعا اكيد مش موجودة عنده والعكس فبيكون متضايق عنده غل عنده حقد جواه بيطلع طاقة سلبية دي توصل جواك وتأثر فيك وممكن تفقدك حاجة عزيزة عليك او حاجة بتملكها من كتر ما الطاقة بتاعته دي قوية جدا وشرارة الحقد والغل دي مسيطرة عليه ووصلت لك جامد جدا الحسد طب انا دلوقتي علشان ما تحسدش ولو حاجة عندي اقول عليها ولا ما اقولش والله فيه ناس بتقول وفيه حديث شريف طبعا بيقول استعينوا على قضاء حوائقكم بالكتمن فانا اكتم وما اقولش ولا فيه اية تانية بتقول ان انا واما بنعمة ربك فحدث اقول ولا ما اقولش هي دي الفكرة ان انا ببقى مش عارف اقول امتى وما اقولش امتى الفكرة في توقيت عرض النعمة عليك يعني توقيت عرض النعمة على الناس انت دلوقتي لو انت جايلك شغل جديد تقدم في انتروفيو مش لازم تقول قبل ما تروح يا جماعة انا هركب التاكسي واروح اقدم على شغل لا لما خلاص تقدم ولما تتقبل قول في التوقيت ده انت بتحدث عن النعمة وبتقول ان انت عندك نعمة جات لك من ربنا وانت راضي بيها ومبسوط بيها فبتقول عنها وانت مبسوط وبتدعي ربنا في اللحظة دي كمان ان محدش يبصلك عليها بطاقة سلبية تأثر على النعمة دي كلما كنت بتقول في التوقيت المناسب فانت كده بتكتم في وقت مناسب وداري علشان مايتك تتقيد زي ما بيقولوا لحد ما تقيده وبعد كده اقول براحتك يا سيدي مش هيحصل حاجة مش هيجر حاجة دي فعلا النقطة مهمة جدا وفيه ناس كتير قوي كانوا بتتلغبط ما بين الحديث وما بين الاية الكرآنية وبيبقوا مش عارفين يقولوا ولا ما يقولوش بس دي حاجة فعلا مهمة جدا ان انا اعرف الفرق بينهم وعرف امتى قول وامتى ما قولش وكمان انت ذكرت كده في التعريف وانت بتقولي الحسد وانواعه يمكن قلتها باختصار كده بس فعلا فيه نوعين للحسد النوع الاول وهو اللي هو بنقول عليه كده ما يحسد المال لاصحابه يعني دايما بتشوف عندك حاجة حلوة او عندك حاجة حلوة وبتحسدها كده من غير ما تقول ما شاء الله وبتبقى مش واخد بالك ان انت ممكن تأذي نفسك بس ده فعلا بيبقى هيئذيك او هيئذي حد بتحبه وانت مش قصد ان انت تأذيه ودي كمان بتبقى بنسميها يعني الاغبطة او ان انا ممكن احسد وانا مش واخد بالي مش قصد فدايما نقول ماشاء الله علشان فعلا ممكن نحسد ناس احنا مش قصدين خالص ان احنا نحسده اما النوع التاني وهو ده بقى اللي كلنا بنخاف منه تقريبا وبيحصل لنا كلنا وهو البناء ادم الحقود البناء ادم الحقود ده عزو بالله او يعني ده بيضايع الدنيا البناء ادم ده ممكن يحسدك وهو بيتمنى اصلا النعمة دي ما تبقاش عندك اللي هو انا مش عايزة عندك وخلاص ممكن يكون مش محتاجها اصلا بس هو كده يعني او اذا وخلاص انا هحسدك وخلاص ففعلا ياريت يعني نقول ما شاء الله او نحسن نفسنا دقاء تقيلة بالله صح دي بتبقى حاجة يعني مؤزية للينا ومؤزية لغيرنا فالموضوع بيبقى صعب جدا بزبط يا مون احنا كمان لو حمدنا ربنا او امتنين لكل نعمة عندنا ان احنا اصلا عندنا النعمة دي والنعمة دي واحد اثنين تلاتة وقعدنا فعلا نعددهم يعني لو قلنا عندنا نعمة الشغل نعمة البيت نعمة السكن اوقات الواحد ما بيبقاش عارف يا مون اي او ما بيبقاش عارف يا مون اي مش مؤثر للنعم اللي عندنا ينسى فعلا في حاجة انت قلتها مهمة اوي اللي هي الغبطة دي فعلا فيه يعني نوع من الحسد محمود اللي هو ان انا مش بحسد لقدامي بس انا مثلا هو عنده حكمة زيادة اوي او حد حكيم بيعرف يتعامل كويس بيحفظ قرآن مثلا فانا يعني منبهر به او بالزبط في حاجة كمان انه ممكن يكون عنده مال انه بيتصدق به على الناس الفقرة فدي من الحاجات اللي هي محمودة دي ممكن اوكي احنا هنفضل نتحسد احنا خايفين اوي الطاقة دي تخشلنا خايفين على نفسنا منها جدا هوس اصلا حوار الحسد ده اللي هو انا هتحسد انا مش هعمل حاجة في حياتي عشان ما تحسدش بيوقف حياته فعلا بسبب ان هو خايف ان يقول مثلا جايب موبايل جيس بيخبيه بيخبي كل حياته فالاسب بيمنع نفسه من التطور ومن ان هو يتقدم يعني نخلي بالنا بس ونشو اكدر فعلا لازم نخلي بالنا من الحسد ده عشان فعلا هو طاقة مش كويسة خالص ويا ربي بتعنينا كلنا اصلا نشار الحسد يعني ونستعيز منه صح امونا ولا ايه بالضبط كده وكمان في حاجات معينة كده يعني الناس بتستعيز منها والهو بتفكر ان ده اللي هيمنعها من الحسد وهي بتبقى رموز كده معينة الناس خلاص مقتنعة تماما ان ده اللي هيمنعهم من الحسد يعني فمن الرموز دي او من الحاجات دي اللي هي زي الخرزة الزرقة مثلا الخرزة الزرقة دي ليها قصة كده يعني بيقولوا يعني ان هي كانت هي عين حورس او عند القدماء المصريين زمان هي عين حورس فالعين اللي بتحمي ودايما هتلاقيها في المعابد وهتلاقيها مرسومة كده على التوابيد بتاعتهم فدي كانت بعتقدهم زمان ان ده اللي هيحميهم ودا اللي هيمنعهم من الحسد ومن الشر ودا اللي هيطرد لكل حاجة وحشة يعني وكمان الاطراك دلوقتي بيستخدموها كاكسيسوريز مثلا وهم مقتنعين ان العين الواحدة دي بترفت الانتباه فبتخلي الشخص الحاسد ده يركز عليها وما يبصش بقى البقية جمال جسمهم او شكلهم او شغلهم فدي رمز كمان يعني من الناس اللي بنستخدمو وكمان في حاجة تانية وهي حدوة الحصون حدوة الحصون دي ليها قصة كده يعني هي خرافة بس هي يعني بدأت من عندها يقولوا ان كان في زمان في بلاد الغريق حداد بسيط كده وكان الحداد ده هو اللي بيصنع الحدوة يعني بتاعت الحصون فدخله راجل وقاله ان هو عايز يعمل الحدوة فبص على رجله لقى ان رجله مشققه وسوده والكلام ده فقدرك ان هو الشطان فقاله انا خلاص هعمل لك حدوة الحصون دي بس يعني هسبتك في الكرسي علشان ما تتحركش فسبته في الكرسي فعلا وبدأ يدق على رجله لحد ما نزف دم كتير فبيقولوا بقى ان الناس حطها على باب الشقة علشان الشيطان وهو داخل باب الشقة يشوف الحدوة دي فيفتكر الموقف فيبعد يجري يمشي فدي برضو قصة يعني من اول حاجة خالص بدأت الحدوة الحصون والخرز الزرق وكف بقى خمسة وخميسة هتلاقي نفسك تلقائي كده او من حد جاي حسبك نفسك تقول له خمسة وخميسة ما تبصليش كده مش عارفة ايه فده برضو يعني حاجات كده تقولها كده وبتقتنع بيها حتى وانت اصلا مش عارف معناها او مش مقتنع بيها بس انت خلاص انت ورستها بقى لك سنين فخلاص انا هكتنع بيها وهصدق بيها وهعمل بيها ايه فعلا بيقى فيه الحاجات اللي هي الكف مثلا اللي بنلبسه حاجة الزرق بس كنا كنا بنحب نلبسه بس مش كاعتقادا ان هو بيمنع الحسد بس ممكن هو بيدي طاقة ايجابية اكتر بيمنع طاقة سلبية لكن مش مش في حتة ان احنا يعني ممكن ناخده كاكسيسوريز مثلا يعني هو بقى شكله ولذيذ و جميل بالضبط كده يعني معظم الاكتسورات دلوقتي بيكون فيها يعني الالوان الزرق كتير والعيون الزرق كتير وكمعظمها بنلبسه فعلا عشان احنا بنحبها ايه وفعلا اللون الازرق جاي من المياه والطاقة الحلوة وبيحاستنا ان احنا مبسوطين واحنا لابسين حاجة فيها لون ازرق بتضيف على شخصيتنا اليوم دا حاجة حلوة بس مش عشان الحسد يعني هي ممكن تكون بتلفت نظر اللي قدامنا ان احنا لابسين حاجة فمسلا لو لابسين اي لون تاني بتكون دا لون مختلف شوية يعني الازرق دا بيهل وبيلقط العين فعلا فده بيفرق وبيلقط العين فعلا دا لون الازرق احبين نتكلم بقى عن اعراض الحسد يعني احنا كتير جدا بنبقى محصودين ومش عارفين او عندنا اعراض معينة ومش عارفين الاعراض داي بتاعت ايه ففيه أعراض كده معينة يعني الأبحاث والدراسات كمان قالت عليها إن فيه نوع مباشر ونوع غير مباشر النوع المباشر ده اللي هو حد شافني بعينه وعجبه حاجة جدا فيه زي مثلا تكون واحدة شعرها حلو جدا وشعره طويل وجميل وتبدأ صاحبتها تقول لها الله ده حلو قوي ده تحفى بس يعني تحفى بالزيادة شوية فطبعا بتحسدها فده نوع برضه من الأنواع اللي هي نتيجة لها هيحصل أعراض بعد كده كمان فيه النوع الغير مباشر وهو اللي بيكون حد مش موجود يعني هو بتفكيره بس بيحسدني فدوت اللي هو بقى مش عارفة هو نيهون بالزبط اللي بيحسدني يعني بقى مش عارفة مين الشخص دوت ولكن للأسف بيبقى فيه نوع من الحسد الأعراض بقى طبعا اللي بنحس بيها ممكن نحس بنوع من الخنقة بنلاقي فجأة فيه خلافات عائلية ما نعرفش عنها حاجة أو ملهاش مبررات أصلا فجأة ظهرت في البيت كمان ممكن نلاقي نوع من الحزن أو الاكتئاب اللي هو بيخلينا بنعيط من غير سبب مش عارفين ليه فيه حاجات كنت بحبها قوي وبحب أعملها فجأة ما بقيتش بحبها وفقدت الشغف فيها فكل الحاجات دي أعراض فعلا بتحسسنا أن احنا محسودين لازم ناخد وقفة ولازم نحنا يعني نتحصن طبعا ونقرب من ربنا أكتر عشان نقدر نمنع الطاقة السلبية دي اللي وصلت لينا يعني كمان يبتأذي فعلا حتى يعني مش بس الحاسد مش بس المحسود كمان الحاسد بيتأذي طيب هنطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني استنونا عزائي المشاهدين ولسا مكملين معاكم برنامج بيقولوا عن موضعنا الحسد والعين اتكلمنا قبل الفاصل عن أنواع الحسد وطرق الوقاية منه واتكلمنا كمان عن رموز خاصة بالحسد والخرافات اللي يعني ناس بتعتقد بيها خلينا اتكلم دلوقتي عن طرق الوقاية من الحسد وهي بتتمثل بخطوات بسيطة كده وهي أن أنا لما شوف حاجة عجباني أو حاجة منبهر بيها أو حاجة في شخص قدامي جميلة فأن أنا أقول ما شاء الله أو تبارك الله وأما النقطة التانية أن أنا أدعي له بالبركة وأن ربنا يزيده ولو أنا محتاجي الحاجة دي أدعي ربنا أنه هو يكون عندي نفس الحاجة دي أو يرزقني بيها وكمان يبرك له وهو كمان فيها عشان ما أأذيهوش ولا كمان أأذي نفسي يعني الحسد طبعاً احنا عارفين هو بيأذي الشخص ده وبيطلع زي ما قلنا طاقة سلبية فبيأثر علينا جامد وكمان في طرق وقاية أكتر ممكن نقولها يعني طبعاً أنا أكيد فيه طرق وقاية كتير قوي تخلينا نقي نفسنا من الحسد من خلال مثلاً ممكن بقى من خلال برمجتنا إحنا أصلاً لنا في الصينة وعقلنا إن إحنا نحس إن إحنا مفيش حاجة هتقدر تضيع حاجة حلوة من إيدينا يعني إحنا لو في علاقة كويسة مفيش حاجة هتدخل طاقة سلبية تخلي العلاقة دي تتكسر إحنا كلما نحس إن إحنا اللي جوانا ده ممكن ما يزولش بسبب طاقة معينة دخلالنا خلاص ساعتها هنقدر مفيش حاجة تقدر علينا لما نكون عندنا يقين إن ربنا حافظ وحفيظ وهيقدر يعني يمنع أي شر عندنا في ساعتها بس هنحس إن إحنا من جوانا رضيين ومتطمنين ومش شايلين هم الحسد قوي كمان ممكن إذي الحسد حجمه يعني هو ولا حاجة مهولة جداً ولا هو حاجة مش موجودة بالعكس ده هو حاجة موجودة جداً يعني فيني يعني بالضبط هو كمان فعلاً شيء مؤذي جداً للحسد دوت وناس كتير قوي بتتأثر بيه وللأسف بيقولوا إنه هو خرافة لكن هو مش خرافة ولا حاجة هو العين حق يعني ومذكورة في القرآن فما ينفعش إن إحنا نقول إن هي حاجة مش موجودة بالعكس إحنا في ناس كتير قوي أمثالة كتير قوي قدامنا بنشوفها بتكون مؤذية زي بيحصل لهم مشاكل كتير وقت حلقتنا للأسف انتهى بشكركم جداً جداً أعزائي المشاهدين وبشكر زمايلي الأعزاء رانيا جمال وناشحاتها وإن شاء الله استنونا كل يوم أربع الساعة 11 ونص بإذن الله دمتم في رعاية الله